موجز لهم الأنباء شدد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية على ضرورة التحرك السريع لوضع حلول عاجلة للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد وتأثيره المباشر على حياة المواطنين وتردي مستوى الخدمات الأساسية وأكد التكتل في أول اجتماع له في عدن بعد إشاره الثلاثاء الماضي على أهمية تعزيز التواصل مع القوى السياسية بهدف بناء جبهة وطنية موحدة تسعى إلى تحقيق التطلعات الوطنية ووقف الاجتماع أمام ترتيب الوضع التنظمي للتكتل وترتيب هيئاته المختلفة وإنشاء فروعه في المحافظات مقرا وضع آليات لذلك تعرض في اجتماعه المقبل أغلقت الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضر موت بالتنسيق مع النيابة العامة وفرع البنك المركز اليمني تسع وعشرين شركة صرافة مخالفة وتهدف الحملة التي شملت مديريات الوادي والصحراء إلى ضبط الشركات المخالفة لقوانين البنك المركزي بما في ذلك شركات غير المرخصة أو المنتهية الصلاحية والتراخيص وأكد مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضر موت العميد عبدالله بن حبيش دعم أجهزة الأمن لجهود البنك المركزي في حماية العملة الوطنية والمساهمة في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين على صعيد آخر أكد الحوثيون استمرار عملياتهم ضد سفن التجارية وباتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم تأثرها بفوز دونالد ترامب برئاسة البيت الأبيان وقال القياد الحوثي محمد البخيتي إنهم سيواصلون التصعيد بالتصعيد وأن العمليات العسكرية لن تتوقف وإشن الحوثيون منذ نوفمبر 2023 هجمات على السفن بالبحر الأحمر وباتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت مبرر مناصرة غزة ما أدى إلى ضربات عسكرية على مواقع باليمن من قبل واشنطن والاحتلال الإسرائيلي في السياق بحث قائد العملية العسكرية الأوروبية في البحر الأحمر الأميرال البحري فازيليوس بيراريس مع المستشار الأول لوزر الخارجي الإماراتي سالم الزعابي جهود حماية الملاحة البحرية وذكرت عملية آيس بيديس الأوروبية أن اللقاء بين الجانبين شدد على أهمية مساعي خفض التصعيد من أجل استقرار المنطقة وأكد الطرفان ضرورة تعزيز الجهود التعاونية مع شركاء الإقليميين لتعزيز الأمن والاستقرار البحري في البحر الأحمر في وقت يشن الحوثيون هجمات على السفن تشهد العاصمة المؤقتة عدن أزمة كهرباء خانقة حيث ارتفعت عدد ساعات انقطاع تيار الكهرباء إلى أكثر من 12 ساعة متواصلة مقابل ساعتين تشغيل بسبب نقص الوقود لمحطات التوليد وتسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في مفاقمة معاناة السكان ما أثر سلبا على العديد من المؤسسات التجارية والخدمية وتسبب في خسائر مادية فادحة وطالب المواطنون الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لحل أزمة الوقود بشكل جذري وإعادة التيار الكهرباء إلى المدينة نهاية الموجز للقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر